السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم على بركة الله سنقدم لكم دجاج محمر ومشوي في الفرن مكونات مكتوبة على الشاشة وكذلك الطريقة على بركة الله سنحتاج ملعقة من الكركم الخركم بلدي ملعقة من الزنجبيل سكنجبير يعني بالدرجة المغربية سكنجبير ملعقة من الفلفل الاسود اللي هو الابزار ملح حسب الضوغ بطبيعة الحل وقد نضيفه كذلك ملعقتين كبيرتين من الكزبرة والبقدونس كزبرة وبقدونس بالدرجة هما كزبور ومعدنس هنا جوج ديال المعالق كبار ديال قزبور ومعدنس بطبيعة الحل مفرومين كذلك ثلاث فصوص من التوم مبشورة ولا مفرومة يعني في المفرمة ديال التوم ثلاثة ديال الفصوص من التوم غاد نضيفه كذلك اه كاس من الماء ما يعادل ميتين ميلي هنا ضفت كمية قليلة فقط باش نخلط اه يعني التوابل بعدها غاد نضيف باقي الكمية من الماء بالنسبة لما كما قلت ميتين ميلي ديال الماء ما كنضيفهش هنا اه مادة دهنية هذا التتبيله كنضيفه القطاع ديال الدجاج وممكن انكم تعملوا الدجاجة كاملة يعني كتبقى اختياري انا بالنسبة لي وضعت فقط الافخاد ديال الدجاج يعني اللي بيلوم عالي كويس غاد نخليهم من الاحسن يباتوا ليلى كاملة او يعني ساعات تقريبا ساعتين ثلاثة ساعات ولكن من الاحسن انها تكون ليلى كاملة باش تشرب الدجاج تتبيلاء كلها بعد ليلى كاملة اه بعد ما تشرب يعني الدجاج مزيان في شرمولا اللي عملنا له هنا كنجيب واحد القطيب ديال الفرن الخاص بشيوه وكان وضع فيه اه القطع ديال الدجاج بالترتيب يعني كنوضع الفخد مع الساق باش يكون النج ديال الدجاج اه متساوي دائما الدجاج في الفرن على حسب الوزن يعني الوقت لي كي ياخد في الطيب دياله على حسب الوزن دياله هنا حرارة مية وثمانين هاد القطع ديال الدجاج قريبا ساعة ونص ديال الطياب بالنسبة باش تجربوا طيب دائما ديال الدجاج كان نعملوا واحد الكوردون يعني في القطع ديال الدجاج و الى خرج السائل يعني الدجاج رباقي خصو الطياب كان ناشف الدجاج اراه طاب اه بالنسبة لباقي ديال الشرمولة هادي شرمولة اللي بقات لي منتجاج غاد نضيف اه يعني غاد نضيف فيها القطع ديال الباصل قطعتهم بهذا الشكل هدا يعني بس لا قطعتها على زوج الباصل هنا راكيبا لكم في الكام بانه يعني حجما كبير هو را هدك الباصل صغير يعني مشي حتى متوسط يعني باصل صغير قشرته قطعته على نصفين تقريبا ناس تعملت الخمسة ديال تقريبا خمسة ديال الحبات ديال الباصل اه فقط باش يعني البنات اللي غايقولوا را لبصلا كتير ولا هدا را الكمية ديال لبصلا ارى ما كتيراش يعني غير كتبان هكدا كيما قلت لكم را باصل صغير ما ما كبيرش غادي نعملو في هاد شرمولة هادي وغادي نخليه تشرب شي شوية اه غاد نضيفو في الصينية ديال الدجاج بالنسبة اه كدلك ممكن تضيفو اي نوع من الخضر يعني تشرملوه وتوضعو في الصينية بحل بطاطا بحل يعني خيزو يعني اختيار اه دائما اه ديال كل واحد بطبيعة الحال هنا كنخلي واحد ربع ساعة او لا كنخلي في الحقيقة احتك يعني كتنصف الطهي ديال الدجاج كنضيف اه دجاج قلت لكم اه كياخد ساعة ونص تقريبا غادي نضيف هاد الباصل هدا بعد ما كتفوت خمسة واربعين دقيقات قديمة تقريبا تقريبا يعني ماشي هادا نوضعو في صينية كما انكم ممكن اه توضعو اه هذا الخضر هادي في المرق اللي كينزل من دجاج يعني ممكن انكم تضيفو فيه الخضر اللي بغيتو هنا دجاج باقي ما طاب يعني باقي ما تحمرش غادي نخليو حتى كيطيب كنخرجو الدجاج ديالنا من الفران وهذا هو الشكل النهائي ديالو كيجي محمر وكيجي لديد بزاف بزاف هنا عملت زدت حتى البطاطا بنفس طريقة اللي عملت لها مع البصلة كيما كيبع لكم وكن قدموا الطبق ديالنا انا هنا قدمت دجاج مع اه شوية ديال الروز الابيض والبطاطا اللي عملت مع البصل اللي عملت كذلك كنتمنى ان الفكرة تعجبكم وانكم تجربو ان شاء الله الرحمن الرحيم مبروك واشركم والله يدخل عليكم رمضان بصحة والسلامة وكل ما تمنيتو ان شاء الله من خير اشتركوا في القناة